بسم الله باسم الشعب افتتحوا الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وخل اعماله فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم مواجهة عمليات التركز الاقتصادي بصوره المختلفة من خلال بسط الرقابة المسبقة عليها لتعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية مثلت ركيزة فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب لتعديل بعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ثلاثة لسنة 2005 والذي وفق المجلس على مجموع مواد برجئا الموافقة النهائية لجلسة لاحقة مشروع القانون يستهدف تشجيع وجذب الاستثمارات ومنح صلاحيات قانونية لجهاز حماية المنافسة للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ لمنع حدوث تركز الاقتصادية ضر بالسوق كما يستهدف الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الاسواق المختلفة الى جانب منع ظهور كيانات احتكارية او تعزيز سيطرتها على الاسواق مما قد يحد من قدرة المنافسين الحاليين على المنافسة ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والاجنابية للاسواق مما يعود بالنفع على جمهور المستهلكين وتقضي المادة 19 مكرر باء بان يحضر التركز الاقتصادي الذي يحد من حرية المنافسة او الاضرار بها وتبين الايحة التنفيذية للقانون العناصر التي تراعى عند تقييم اثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة ووفقا للفقرة الثانية من المادة يجوز للجهاز بعد موفقة مجلس الوزراء التصريح باجراء التركز الاقتصادي اذا كان عدم تنفيذه يؤدي لخروج كيانات من السوق او ينتج عن التركز الاقتصادي كفاءة اقتصادية تفوق اثار الحد من المنافسة او تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الامن القومي مشروع القانون جاء في اطار تبني الحكومة برنامجا لاعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد بالاساس على التحول لاقتصاد السوق الحر مما يتطلب اصدار التشريعات الاقتصادية وتعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع المبارسات الاحتكارية وخلال الجلسة العامة وفق مجلس النواب نهائيا على ثلاثة مشروعات قوانين تسمح لوزير البترول بالاتفاق مع الهيئة العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول وشركات اجنبية للبحث عن البترول واستغلال في مناطق شر كبير النص ورأس قطارة وبرج العرب السحراء الغربية من مجلس النواب محمد شعبان التلفزيوني المصري